تصدف مصر اليوم باجتماعا خماسيا في مدينة شرمشيخ بمشاركة مشؤولين سياسيين وأمنيين رفيع المستوى من مصر وفلسطين واسرائيل والأردن والولايات المتحدة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اجتماع شرمشيخ يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي وهذا بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهديئة بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام وكشف أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات ترجمة نانسي قنقر